بالنسبة لموضوع المواد البترولية صراحة احنا مصر خلاص تحررت من فكرة ان انا يعني الموضوع حضراتكم عارفين وده كان احد البنود اللي عملناها من البرنامج الاصلاحي السابق وبقت فيه النهاردة معادلة سعرية احنا مرتبطين بالسعر العالمي وفيه لجنة النهاردة احنا لا نتدخل فيها كدولة كل تلاتة شهر بتجتمع وبتعلن السعر وعايز اقول لحضراتكم لازم نبقى اخدين بالنا من حاجة ان احنا اللي يهمنا ايه ان القطاع كله على بعضه يبقى متوازن يعني ايه الكلام ده يعني النهاردة في الاخر كل المنتجات مع بعضها السعر اللي بيبيع به يغطي التكلفة لكن وارد ان نبقى جوة المنتجات دي ما زال هناك دعم لبعض المنتجات بعينها لكن في الاخر الاجمالي كله الاجمالي كله بين ايه بيحقق نقطة التوازن وده احنا بننظر له لحاجات كثيرة جدا وخلينا اقولها لحضرتك ما هو طب احنا كان بيحصل التحرك والسولار مثلا سابت طب ليه لان احنا عارفين كويس جدا ان السولار داخل كمكون اساسي في كل حاجة فبنبقى عيننا على حساسية شديدة ان احنا نحركه لان ده هيؤدي الى زيادة في كل حاجة فبقدر الامكان بنعمل ايه بنزود منتجات تانية عشان تعوض لزيادة اللي انا كنت عايز اعملها في السولار بقدر الامكان لكن في الاخر اللي احنا ملتزمين بيه ان اجمالي المنتجات البترولية تكون في اطار الرقم التوازن لكن ما زال احنا عندنا دعم للبتجاز ده لوحده انبوبة البتجاز الدعم اللي موجود فيها هائل مع الزيادة الكبيرة اللي حصلت ما زال هناك دعم كبير جدا لهذا الموضوع فانا حابب ان انا بقول لحضرتك احنا بقينا بنتحرك بطريقة احنا مرتبطين بسعر عالمي وحضركم شفتوها قبل كده لما السعر نزل نزل نزلت الاسعار الوقود لما بيطلع انا مرتبط بيه ولكن انا دايما عيني على التوازن اللي بيحصل في هذا الموضوع بالتأكيد تعديل ارقام الناتج المحلي هتؤثر يعني هتخلي النهاردة الدين الخارجي كنسبة اكيد هتبقى يعني اقل يعني احنا ما زلنا حتى قبل هذا الموضوع ما زلنا كنا في الحدود الامنة حيب الرقم كام يا فندم لا يعني ما نعارف يعني حضرتك النسبة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة يعني كنسبة من الناتج المحلي كنا بنتكلم في حدود التلاتة وتلاتين في المية انما مع الارقام دي النهاردة بالتأكيد حيقل عن هذه الارقام ولكن ما زلنا كمصر ما زلنا في اطار الحدود الامنة فيما يخص الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي وده اللي انا عايز اكيده مرة تانية كل ما الاقتصاد بتاعك بيكبر كل ما الرقم كقيمة بتبدأ نسبته تقل فاحنا ما يقلقناش ممكن حد يبص يقولك الله ده انتو كنتو مش عارف من كم سنة اربعين مليار ازاي دلوقته باقته مية واربعين الموضوع مش كده ما هو الاقتصاد المصري كبر قد ايه كان قد ايه من لما كان الاربعين كان حجم الاقتصاد قد ايه والنهاردة بقى قد ايه ده اللي البقيس بيه وقدراتنا وطول ما الدولة قادرة على اداء التزاماتها ميقلقناش فعشان كده هو ده اللي احنا كدولة بنعمله بدايما بالتنصيق مع البنك المركزي ان نبقى مصر والحمد لله حتى هذه اللحظة لم تتأخر في سداد اي التزام عليها في هذا الموضوع موضوع الخبز تاني يا فندم انا باكد احنا بنضع النهاردة المنظومة ولكن نظرا لحساسية هذا الموضوع بالتأكيد بنبقى عايزين نضمن ونتقنى تماما في الاجراء اللي بناخده علشان نبقى مغطيين كل الارقام او الاحتمالات اللي حتحسن خليني بس اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا عشان نقسها وعشان نتكلم بمنتهى الامانة والواقعية اخر تحريك لسعر الرغيف كان سنة تمانية وتمانين مش كده فان تمانية وتمانين وقتها ارتفع لخمسة ساغ لما كان تكلفة الرغيف سبعتاشر قرش يعني الدولة كان ساعتها تكلفة الرغيف عليها سبعتاشر قرش فراح ترفعها لخمسة ساغة النهاردة تكلفة الرغيف على الدولة قدي خمسة وستين قرش فبالتأكيد يعني لازم ان احنا ننظر ليه هذا الموضوع لكن احنا اللي بنعمله النهاردة كدولة عمالين نحط مجموعة من السيناريوهات والاحتماليات علشان هدفي ايه بمنتهى الامانة وانا بشرحها هنتحرك هنتحرك ولكن الهدف الرئيسي ان احنا نشوف الفئات اللي بنسميها المهمشة او الفقيرة حنعمل معهم عشان نطمن بقدر الامكان ان ما يبقاش فيه تأثير كبير عليهم هو ده اللي احنا بنتحرك فيه فعايزين بنحط السيناريوهات ولكن انا بأكد هيحصل لكن النقطة كلها ان احنا نشوف السيناريوهات اللي احنا ازاي نطمن واحنا بنعمل هذا الاجراء نبقى مطمئين ان الفئات اللي عندنا اللي بنقول عليها فئات مهمشة الناس اللي بتاخد معاش تكافل وكرامة او معاش اجتماعي او فئات غير قادرة حنعمل معهم ايه وازاي المنظومة نضمن انها متأثرش عليهم بصورة كبيرة فانا بقول لحضراتكم احنا بنعمل هذا الموضوع ولكن كل اللي عايزينه بس نبقى مطمئنين لما حناخد الخطوة يبقى بناخدها بطريقة يعني نضمن بيها ان الفئات اللي زي ما بنقول عليها الفئات اللي هي الاكثر فقرا واكثر احتياجا بقدر الامكان ما تبقاش متضررة خالص بهذا الموضوع ولكن الاهم ولازم ده ناخده في اعتبارنا ان الموضوع مش عايزين بقى نكرر تاني مرة اخرى ان يعني ان اروح اعمل رقم واعد عليه تلاتين سنة لغاية ما الدنيا معنش تاني تخرب ونرجع نقول هنعمل لازم يبقى فيه دايما تفكير ان فيه نوع من التحرك الطفيف اللي يحصل بصورة منتظمة علشان في الاخر يفضل هيفضل فيه دعم ما هيفضل فيه دعم ودعم مش قليل دعم كبير ولكن يبقى الموضوع ما تبقاش الفجوة بالطريقة دي لازم يبقى الموضوع يتحط له اطار متكامل عشان لما نخرج بالموضوع ونقوله للناس يبقى واضح بصورة متكاملة فهو ده اللي يهمني في هذا الموضوع احنا بنتحرك بهذا الشكل وبنضع السيناريوهات وبنقعد مع خبر كتير على هذا الموضوع وندقق البيانات لان اهم حاجة في الموضوع ده البيانات ابقى عارف حجم الفئة اللي ممكن عايز استمر ان انا ديها الدعم او اكبر دعم ممكن قد ايه عشان في الاخر نبقى وصلن لهم في طور القرار اللي احنا هناخده لان لو هناخد القرار ايا كان توقيته لازم نبقى عارفين تاني يوم لو هناخده يبقى ازاي هنوصل للفئة اللي احنا عايزين نحافظ على استقرارها وما يحصل لهاش اي تضرر فعشان كده يعني احنا بندرس كل الاحتمالات بحيث ان ان شاء الله اول ما نطمئن الى الاكتمال الموضوع نقدر نشوف الخطوات اللي ان شاء الله ناخده في هذا الموضوع موضوع الاخير موضوع البورصة انا بتطفق مع حضرتك احنا شغالين عليه لان وجزء مهم جدا مش فقط التروحات ولكن زي ما حضرتك بتقولي التطوير وده بيحصل بصورة كبيرة جدا النهاردة في البورصة بتدينا نعمل حتى بورصة مختلفة بورصة سلع بورصة للستارتابس اللي بيطلق عليهم اللي لسه المبتدئين بحيث انها ازاي نبدأ نعمل منتجات جديدة تشجع المواطن المصري على الدخول في هذا الموضوع احنا ثقافتنا كمصريين ما كانتش منفتحة قوي على موضوع البورصات ولكن اعتقد النهاردة وده اللي الواحد شايفه الشباب الصغير ابتدى يبقى منفتح على هذه الفكرة وعايز يبقى يعني يدخل فيها فبقدر الامكان النهاردة ان شاء الله بنتحرك في هذا الموضوع اشتركوا في القناة